هل هناك أسباب تمنع البركة في الرزق؟ وهل هناك أعمال محددة تقلل الرزق؟ وهل هناك أشياء قد تغفل عنها هي سبب في قلة المال؟ اليوم سنتأمل سبعة أسباب لقلة الرزق فتابعونا حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله أخي الحبيب بالفعل هناك أسباب قد تقلل الرزق وتمحق بركة الرزق وأنت لا تدري دعوني أتأمل معكم هذه الأسباب السبعة التي ينبغي أن لا نغفل عنها لأنها قد تكون سببا في قلة رزقك وأنت لا تدري السبب الأول أخي الحبيب وكثير من الناس يعاني منه للأسف ولا يشعر البعد عن الله وسوء الظن بالله وهذا الأمر خطير جدا أن تظن أن الله لا يرزقك أن تظن أن المستقبل سيء أن تخاف من المستقبل أن تتشاءم من الظروف العالمية التي تعصف ببعض البلدان والظروف الاقتصادية التي تحدث لدى الشخص مخاوف كثيرة هذا السبب رئيسي يجعلك متشائما فيقلل رزقك حيث لا تدري لماذا أخي الحبيب انظر معي سنتحدث بشكل علمي الآن الإنسان المتفائل يبدع أكثر في عمله الإنسان الذي ينظر نظر إيجابية للمستقبل ويثق بالله ويعتقد أن الله سيرزقه وأن الله لا ينساه وأن الله سبحانه وتعالى الذي رزق حتى الطيور وحتى النمل ولم ينسى تريليونات المخلوقات على الأرض من فضله العظيم هذا الإله العظيم لن ينساني هذا له أثر عظيم في إنجازك للعمل وفي بحثك رحلة بحثك عن الرزق وفي الإبداع أيضا لماذا أخي الحبيب لأن الإنسان عندما يكون متشائما حقيقة هذا أكبر مدمر للإنجاز لا يجلز شيئا تجده يجلس في مكانه وينتظر من ينفق عليه لذلك أنت عندما تثق بالله ويكون عندك حسن ظن بالله لأن الله تبارك وتعالى هو القائل على لسان نبيه في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي به طيب يا رب أنا أظن أنك قادر أن تحل مشاكلي وترزقني الله بالفعل يكون كذلك يرزقك ويساعدك ويفتح لك أبواب لحل المشاكل إنسان آخر متشائم يقول أنا تعيس ورزقي قليل لا يتفائل بالمستقبل ويسيء الظن بالله عز وجل والله سمى نفسه الرزاق صيغة مبالغة من كثرة الرزق أنه كثير الرزق إن ربك هو الرزاق ذو القوة المتين لذلك هنا أيها الأحبة إحسان الظن بالله والثقة بالله والتفاؤل هو سبب أساسي من أسباب الرزق إذا كنت متشائم اعلم أن هذا سيؤثر كثيرا على رزقك وعلى أدائك بشكل عام السبب الثاني أيضا يعاني منه الكثيرون بدون أن يشعروا وهو الحسد الحسد يأكل صاحبه أيها الأحبة لماذا؟ لأن الحسد يشغل جزءا كبيرا من تفكيرك أنت عندما تشغل حياتك وتفكيرك بحسد فلان ولماذا أعطى الله فلان لم يعطني؟ لماذا هذا رزقه كثير؟ وأنا رزقي قليل أنظر أنت تشغل دماغك وتحرق وقتك في شيء فارغ الواقع لن يتغير وبالتالي أدائك سيقل التفكير بالرزق سيقل عندك إذا تخلصت من الحسد وأحببت الخير للناس ما الذي سيحدث؟ ستجد وقتا كبيرا أمامك للتفكير بمصادر جديدة للدخل يعني بدلا من أن تجلس وتحسد فلان وتقول والله تتمنى أن تزول النعمة عن فلان وتحسد هذا بدلا من ذلك اجلس وفكر بتحسين دخلك فكر بمصادر جديدة للرزق فكر تستثمر هذا الدماغ الذي وهبك الله إيا تستثمره في كسب الرزق وليس في حسد الناس أم يحسدون الناس على ما آتهم الله من فضله فإذن إياك والحسد لأنه يدمر الرزق ويمحق بركة الرزق السبب الثالث أيضا قد يعاني منه البعض وهو البخل ومنع الخير عن الآخرين أنت بإمكانك أن تقدم خدمة لإنسان يا أخي هناك للأسف من يبخل حتى بابتسامة النبي عليه الصلاة والسلام يقول وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة هذه الابتسامة صدقة لك فأنت عندما تمنع حتى الابتسامة أنت تمنع الخير عن الآخرين كل رجال الأعمال أيها الأحبة وكل الناجحين تجد أن لديهم مساهمات خيرية قنون أعمالهم ويقدمون الكثير من الخير لمن حولهم لكي يكسبوا ثقة المجتمع من حولهم هذه الثقة يعني عندما تقدم الخير للناس دون مقابل وتساعد الناس وتقوم بأعمال بر وتبتسم تقدم خدمات مجانية أنت تكسب ثقة الناس تكسب علاقات طيبة هذه العلاقات ستكون سببا في الرزق لاحظت أخي الحبيب بينما الإنسان الذي يجلس يبخل عن الآخرين ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه يتمنى الشر للآخرين يمنع الخير أو المساعدة عن الآخرين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإذا أنت في هذه الحالة أخي الحبيب ينبغي أن تحب الخير للناس لكي ينزل الله ينزل الله عليك الخير كما تدين تدان فكلما ساعدت الناس أكثر كلما وجدت أن الله يهيئ لك من يساعدك ويوفر لك مصادر جديدة للدخل باستمرار والله هو الرزاق سبحانه وتعالى السبب الرابع أيها الأحبة أيضا كثير من الناس يغفل عنه عدم الاستغفار قلة الاستغفار الاستغفار هو السبب رئيسي من أسباب الرزق لأن الله سبحانه وتعالى يقول على لسان نبينا نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا طيب ما الذي يحدث إذا استغفرنا ربنا يرسل السماء عليكم مدرار هذا رزق المطر الكثير رزق ويمددكم بأموال وبنين المال والبنون أيضا هي من الرزق ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إذن سيكثر الرزق والثمار والطعام والبنين والأولاد ولكن بشرط أن تستغفر الله طيب هناك من الناس من لا يستغفر الله إلا قليلا النبي عليه الصلاة والسلام أليس هو الذي هو أكرم مخلوق عند الله وهو الذي غفر الله له ذنوبه وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين هذا النبي الكريم كان يستغفر الله في اليوم ويتوب إليه أكثر من مئة مرة طيب أنت كم مرة استغفرت الله هذا اليوم؟ كم مرة تبت إليه؟ لأن الرزق عند الله أخي الحبيب الرزق يسخره الله لك كل ما تراه من حولك هي أسباب لذلك كما قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا عند الله وليس عند فلان أو فلان لأن هؤلاء أسباب لا يملكون لأنفسهم لا نفع ولا ضر ولا يملكون شيء فالمسبب هو الله والرزاق هو الله سبحانه وتعالى فإذا ابتغي الرزق عند الله وأكثر من الاستغفار الاستغفار هو وسيلة لإصلاح علاقتك مع الله تمحو الاستغفار يمحو ذنوبك فإذا ما محوت ذنوبك وأصلحت علاقتك مع الله صدقني الله سبحانه وتعالى لا ينسى أحدا من فضله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إذن الله تعهد بل ألزم نفسه أن يرزق كل دابة في الأرض فكيف بإنسان يقول يا رب السبب الخامس لمنع الرزق أو قلة الرزق قطع الأرحم اليوم أحدنا لا يتذكر أرحمه من أهل وأب أو أم أو إخوة أو أبناء أو كذا إلا في المناسبات إلا عندما يحتاج منهم شيئا والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد لنا أن من أحب أن يطول عمره يكثر رزقه فليصر رحمه فهذا المعنى نجده في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحببت أن يبارك الله في رزقك ويطيل عمرك ويمتعك بسعادة وصحة أكثر من صلة الرحم ولو برسالة ولو بتليفون ولو بكلمة ولكن لا تقطع الناس لكي لا يقطعك الله من الرزق الله تبارك وتعالى يقول وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فوضع عبادة الله رقم واحد وبر الوالدين الإحسان للوالدين مباشرة بعد عبادة الله النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها العبادة ثم أي قال بر الوالدين فبر الوالدين هو أحد أسباب الرزق الكثير واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة فإذا أردت أن يهيئ لك الله من يحسن إليك ويساعدك ويكون سببا في زيادة الرزق أكرم أبويك وأكرم أهلك بشكل عام إذن صلة الرحم هي أحد أهم أسباب الرزق الوفير بإذن الله السبب السادس أيضا كثير من الناس للأسف يغفل عنه وهو الأكل المال الحرم أن تأكل الحرم كثير من الناس يغش ويأكل الحرم يكذب في تجارتي ويأكل الحرم يغلي الأسعار ويأكل الحرم يأكل الربا وهو من أسوأ أنواع الحرم لأن أكل الربا هو يعني إعلان حرب على الله سبحانه وتعالى فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى أشار إلى إنسان مطعمه حرام ومأكله حرام وغذية بالحرام وملبسه حرام وكذا فأنا يستجاب له فأنت تقول يا رب أرزقني لا يستجاب لك ارجع إلى مصادر الرزق التي سخرها الله لك وابحث هل تأكل هذا المال عن طريق الكذب عن طريق الخداع في تجارتك عن طريق غش الناس أن توهم الإنسان بهذا الأمر وتكذب عليه لتزيد من ثمن السلعة مثلا فإذن أكل الحرام هو أسوأ سبب يمكن أن يمنع الرزق عنك ويمحق بركة الرزق السبب السابع والأخير أحبتي في الله أشار إليه النبي وهو يعني عدم التوكل على الله عدم التوكل على الله هو أحد أهم أسباب منع الرزق والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير الطير يخرج ليس لديه خطط عمل ليس لديه من يعينه لا يعلم أين يتوجه ولا يعلم شيء عن مصادر الرزق على الرغم من ذلك تجد أن هذه الطيور يرزقها الله من حيث لا تحتسب لأنها تتوكل على الله في رزقها فالتوكل على الله هو من أهم أسباب الرزق أن تتوكل على الله وأن تقول يا رب أنا توكلت عليك فارزقني رزقا أنت تحبه وترضى وهنا أيها الأحبة قد يضيق رزقك مؤقتا لأن الله عز وجل يختبر العبد هل أنت فعلا تثق بالله هل تتوكل على الله ولو قل رزقك إذن هنا إذا صبرت وتوكلت على الله ورضيت بما قضى الله لك لأن بعض الناس يظن أن المال هو كل شيء وهذا خطأ كثرة المال قد تهلك الإنسان ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض فكثرة المال وكثرة الرزق قد تجعل الإنسان يبغي في الأرض يفسد في الأرض يرتكب الموبقات يظلم الناس فإذن الله عز وجل يعلم ما بنفسك فينزل عليك يعني شيء من الرزق ولو كان قليلا ولكن يصلحك ويصلح حالك ويكون سببا في تقربك إلى الله فالرزق ولو كان قليلا المهم ليست كمية الرزق بل البركة في الرزق نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم والإيمان والتقوى كما قال تعالى ورزق ربك خير وأبقى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق